حال موعدكم مشاهدينا مع نيتشر واليوم معي الضيف الدكتور ألن أبي رزق استاذ جامعي وخبير صحة الحيوانات صباح الحيوانية صحة الحيوانية صحة الحيوانية صباح الخير اليوم بنا نحكي عن الحيوانات الأطول عمران مظبوط ليش في حيوانات أطول عمران من غيرهم مظبوط أول شي صباح الخير في كتير عالم يسألوا أنه فيها الحيوان الصغير مثل الدودة أو الدبانة مثلا بتعيش بضعة أيام بضعة أسابيع حتى في حيوانات نحكي عنهم اللي هني بعيشوا بضعة ساعات مظبوط وفي عنا حيوانات بيوصل عمرها للعشر تلاف سنة وحتى في حيوانات هني إمورتل ما رح يوصل لأنه رح يجي بلادي ترياكله بس أنه هو طبيعيا أجل ما أحد أكله هو إمورتل إمورتل ليش في عنا فرؤات بأعمار الحيوانات في عنا أربع أسباب من رجحهم وهن مجموعهم مع بعضهم يعطينا حيوانات أطول عمرا أول شي في عندي الحجم إجمالا الحيوان اللي هو صغير بيعيش أقل من الحيوان اللي هو كبير أكيدا عنا كتير استثنائات بس مثلا إذا عم نحكي عن الويل بيعيش بحدود المثال لأربعمائة سنة ونحكي عن دودة أو حيوان كتير صغيرة سيعيش كم نهار تاني فاكتور هو الانفارمينت اللي عايشين فيه الحيوانات اللي بتعيش بالسقعة الميتابوليسر طابعوه لها كتير واطئ يعني الـ viejing طابعوه لها كتير بطيء ساعاتها بتعيش عمر أطول مثل مثلا الجرين لانت شارك اللي بعيش لحد الأربعمائة سنة هلا بنوعنا نفرج سورة عنه بعدين وفي عندك كمان عام اللي هو يعني هذا الحيوان أدا في بشيك bung مثلا فارة طبعيا بتعيش خمس سنين بس بالغيبئ بالواقع الأيب السبان طبعوها تكون سنة لأنه رح يجي حيوان يكلا الأسد أو الفيل ما حد رح يقتله ساعتها عنده هالبوتانش اللي يعيش 70-80 سنة وآخر عامل اللي هو الوراثة أو الجينة اللي هي هالحيوان أدي عنده بالجينز طبعوله أنه يتكاتر مجموعهم بيعطينا حيوانات مجموع هالفاكترز بيعطينا حيوانات هي بتموت على عمر كتير صغير وحيوانات بتعيش كتير عن غير حيوانات خلينا اليوم بنا نحكي عن عشر حيوانات إذا صار عنا وقت عن مين هلأ بدك تحكي عن أي حيوان أول شي حاب أحكي عن نوع من التوتيا اللي اسمه Red Sea Urken هذا موجود بالوست كوست طبع نورس أمريكا هذا الحيوان يعيش لحد الميتان سنة هذا الحيوان لأنه عنده شوك يعني البرديشن عليه كتير واطي يعيش لحد الميتان سنة للأسف ما بقى رح يعيشون لأنه صار في نسبة تلوث كتير كبيرة بالماء مش نهاكي هذا الحيوان عنده تندانسة متقبل بس اللايف سبان طبعه هي ميتان سنة ميتان سنة حيوان تاني رح ننتقل من أمريكا على اليابان اللي هي الكوي فش الكوي فش هي سمكة حتى تستعمل بالسوشي في بعض العالم يكلوها هذه السمكة اللايف سبان طبعه هي إن أفريج خمسة عشرين لتلاتين سنة بس في بعض السبسيمنز تطلع للميتان سنة اكتشفنا بعض السمك الكوي فش بالمناطق النائية بتعيش لميتان سنة ومن خاف من شو وقت صار في الزلزال والتسونامي وفي المفاعل النووي أكيد في كتير حيوانات بهالمنطقة أكيد ميتوا أو صاروا عرضة أنه تخف اللايف سبان طبعه في حيوان كمان باستراليا ونيو زيلاند اللي هو يعني الحنكليس هيدا الحنكليس ناتشرلي بيعيش لحد الستين سنة بس كمان إذا كان عايش بإنفارومنت كتير مناسب ممكن يتخطى للميت سنة وحتى ممكن يوصل للمية وعشرة سنين إذا كل شيء مناسبه هودا حيوانات بالبحر رح ننتقل على حيوان تاني كلنا بنعرفه اللي هو المكاو المكاو يعني البيروت البيروكي الببغة الببغة اللايف سبان طبعه لهو لحد الستين أو ثمانين سنة عادة في عالم مثلا بتشوف البيروتس البيروتس بيهدوا الببغة بس يخلق بيموت هو والببغة على عمر الستين أو ثمانين سنة بالستوريز هلأ للأسف هيدا حيوان اندينجرد لأنه بنعرف شو عم بيصير بالأمازون وبالغيبات اللي هو موجود فيها عم يعملوا ديستيكسيون للأبيتات تبعو لهو بس هو تيوريك ما بيقدر يعيش لحد الثمانين سنة ثمانين سنة أوكي بعد في حيوان كمان كلنا بنعرفه اللي هو الأليفنت والأفريكن أليفنت بيعيش كمان لحد السبعين والثمانين سنة الحلو فيه أنه مش أكتر مش أكتر أنا كنت بحس أكتر بس الحلو فيه هو أنه الفيميل لعمر الثمانين بعدها فرتيل يعني بعدها قادرة تتزاوج على عمر السبعين والخمسة وسبعين سنة مش نهيك نحن بنقول الفيل ما بيجيبوا كتير ولاد بس لأنه عمره طويل ممكن كل ثلاث أربعة سنين يجيب ولاد بلحق يجيب خمسة ولاد بحياته وأكيد هلأ صار في كتير ديستركشن لهالسبيشيز بس صار فيه هلأ كتير أورنس أنه الفيل ما نقرب عليه نعرف بياخدوه كرميل التاسكس مزبوط حيوان تاني كمان أغلب المشاهدين بيعرفوه هو التورتويز يعني عم نحكي عن الزلح فيه وهي التورتويز اللي هي الجين كالابادوس كالابادوس هي الجزيرة اللي داروين حط نظريه تطور الحيوانات فيها بقى هيدا الجين كالابادوس بتعيش لحد المئة سنة وحتى في حيوانات منهم تتخطى المئة للمئة وخمسين أو مئة وستين سنة سنة ولا إذا إجا صار فيه ديستركشن للأبيتات ساعتها بصيره عرضه أنه ينكرده حيوان كمان بالبحر عم نحكي عن البوهد ويل الويل يعني عم نحكي عن الحوت هيدا التاني أكبر حوت بالعالم من بعد الريد ويل يعني الويل المعروف هيدا البوهد ويل يعيش لحد الأربعمائة سنة ومن شي عش سنين اكتشفوا سبسيمن عمره 200 سنة لقوا بقلب الجلد تبعوله حربة مجربين يتصيدونه من مئة سنة لورا سو الحربة بقيت بجسمه مئة سنة وبعدها موجودة هيدا الحيوان لأنه عيش بمنطقة كتير مسئعة الميتابوليزم تبعوله كتير واطي ساعتها بيقدر يعيش هالأدة مدة طويلة ليش بس يكون الميتابوليزم واطي منعيش أكتر لأنه ما بنعمل ما بنعمل ديفيزيون سلولير سو ما بنعمل شيخوخة بيوطى كل شي عنا بنقدر نصير بركود حتى مثلا أغلب الفيروس والبكتيريا بس توطي الميتابوليزم تبعوله وتعمل كيستو تقعد بالماء يمكن تقعد خمسين سنة بس يصير في انفارمينت مناسب لقلاب تتكاتر بقى هذا البرانسيب كمان موجود عند الحيوانات الكبيرة حتى البشر اللي بيعويشوا بالمناطق المسقعة الشيخوخة عندهم نسبيا أبطأ لأنه الميتابوليزم واطي والسلولير ديفيزيون تبعوله واطي حتى ريسك أن يلقطوا أمراض هو واطي لأنه كل شي ريكت طيب ما بيخطيروا مثلا ما بيصير عندهم كوليستيرول لا الكوليستيرول والتريكليستيريد هو الأمراض يعني هذه بس عند الإنسان لأنه هن بيعرفوا شو عم يأكلوا نحنا صار في عنا كتير قصص بروسس بتنزعلنا وهو هنه التوكسيكنز اللي بيأسروا على الديفيزيون سلولير نحنا ليش منشيخ ومنموت في عندك إنسان بيموت على عمر لا سمح الله الخمسين إنسان بيموت على عمر المية لأنه فيه ديفرنت لايفستايل هيدا اللي عم يأكل كتير توكسيكنز إن كان دخان وإن كان كحول أو قصص ملوسة ما رح يقدر يخلي الخلايا تتجدد وتتكاتر واللي عيش بهالثي وي ساعتها بيعيش أكتر بيعيش أكتر هل هنه بيعيشوا أنا أقول أنه هنه بيعيشوا للعمر كله اللي ربنا أعطيهم إياه الحيوانات إلا إذا نحنا لوصنا الطبيعة أو عملنا لهم ديستريكسون نأزيهم أكيد رح ناخد سوا وقفة كتير أسيرة ونرجع لكم نرجع لكم مشاهدينا من نتابع حلقتنا عن الحيوانات الأطول عمران بعد هلأ حكينا آخر شي عن البوهدويل اللي هو الحوت اللي بعيش لحد الميتان حتى في أصناف للأربعمائة سنة في شارك يعني كرش اللي هو الجرينليند شارك هذا معدل حياته 200 سنة بس بيقدر يوصل للأربعمائة سنة هذا الحيوان اللي حلو فيه أنه بيوصل للسكشو المتشوريتي تبعوله على عمر المائة سنة بطيء كتير يعني هذا الحيوان على عمر المائة سنة نحن منسميه بعضه يونج أدلت أو بعضه بآخر مراحل المراهقة طبعوله لأنه الميتابوليزم مواطي عايش بجرينليند بالمناطق المساعة ساعته الميتابوليزم مواطي وهذا الحيوان بيطول كل سنة بس وان سنتيمتر سو عنده مجال طيء يوصل 3 أربعة متار عنده مجال كتير بحياته عم أهلو الحيوان اللي هو الأكثر متعة والعالم ما بتعرف أنه هالقد بعيش لهو الكوهوغ الأوشن كوهوغ يعني عم نحكي عن الصفض فلا هاودي الصفض كل زيح بالصفضة طبعوله هي بترمز لسنة يعني سايكل بسنة معينة بيكبروا؟ بيكبروا حتى بتصير أكبر من كف الإيد إذا صار عمره 400 أو 500 سنة القصة المحزنة بالخبرية أنه فيه ريسورتشورز لقوا صفضة وعيشة وقدروا لها عمره لحد الأربعمية وسبعة سنين هني عم يعملوا عليها ريسورتش بالغلط قتلوها ماتت فوقتها فتحوا الصفضة ورجعوا اشتغلوا مظبوط وعدوا طلعت بتتخطى لخمسمائة سنة مش هكي سموها المينج تشينيز أو المينج كوهوغ المينج ديناستيهية كانت أمبراطورية صينية بين 1365 لل1644 منعتبر هيد الصفضة أو هيد الحيوان خلق بهالمرحلة يعني بال1400 تقريبا وعيش 500 سنة الكتير مزعج أنه بآخر 50 أو 60 سنة الـ population عم توتى كتير لأنه كتير حسسين للـ pollution هوا حيوانات بتفلتر تتاكل يعني بتفلتر الماء تتاكل بقى بس يكون فيه كتير polluants وكيس نيلون مايكرو بلاستيك أكستر عم بيموتوا بس هيدا حيوان نظرياً بيعيش لحد الـ 500 سنة بعد فيه آخر حيوان اللي هو الـ immortal jellyfish jellyfish يعني عم نحكي نحن عن أنديل البحر أو المدوز أنديل البحر نظرياً هو حيوان ما بيموت كل الجليfish أسمى الأولى بس هيدا النوع لا لا أغلبهم أغلبهم ما بيموتوا لأنه عندهم نحن نسميه un potential de regeneration يعني إذا نجرح هيدا الحيوان راجع قادر يطب بحاله بيفوت على فاز ما نسميه juvenile يعني بيرجع كأنه baby في كتير مشاهدين ما بيعرفوا أنه هيدا الحيوان عنده two life cycle واحد sexual واحد asexual بالasexual بيكون مسبط على الأرض مثل الأنمان أو مثل يعني نسميه polyp والsexual هو هيدا الأنديل البحر المنشوفه وبيعيد 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 للأبد شو اللي بيقضي عليه هو إذا إجا بريدتر تاني أكله أو إذا صار فيه مثلا تلوص ما قدر هو يعمل regeneration كتير سريع بس هو تيوريك ما حيوان يجب يعملوا researches عليه تيشوفوا كيف مزبوط مية بالمية هن أغلب الأبحاث لان عملت لنطور لنشوف كيف بدنا نعمل anti-aging drugs أو كيف نشتغل لنخفف الشيخوخة بنشغلوا على الميغانيزم تبع الجلي فش تانكيو دكتور ألان أبي رزق على المعلومات إن شاء الله بنرجع من استضيفك تنتابع على هذا الموضوع وشيدينا وقفة وأنا بجعب أشوفكم بWhat's Cooking موسيقى